او رجعنا لكم تاني في الجزء التاني من الحلقة كل الناس نيوز النهاردة في ظل الأحداث اللي احنا شايفانها وبتمر بيها البلد وبيمر بيها العالم كله مش بس البلد بتاعتنا نسينا حفلة مهمة او عيد مهم احنا طبعا الشهر ده هو شهر المرأة كله عياد احتفالات بالمرأة عيد الام عيد الام المرات دي عيب مختلف عيد الام اللي كل ام ضحت بالاحتفال بعيد الام علشان تحافظ على ولادها علشان تحافظ وتساعد الدولة في انها تعدي الازمة اللي موجودة وانها تعدي المحنة فعلا الام المصرية الام العربية بتقدر هي تبقى سفينة النجاة في حياتنا هي الاساس هي اللي فعلا بتحاول انها تكون موجودة علشان الدرع الاساسي والحماية الاولى لكل ولادها عبير كل سنون طيب وانت طيب محمد دلوقتي هنقول عن دور الام كل حاجة عدت ده كوم والدور الام اللي هي بتقوم بيت دلوقتي في البيت دور تاني خالص هي المسؤولة دلوقتي عن حماية ولادها فعلا سنون انت بتقول هي اللي شايلة العب الوحدها هي اللي شايلة هقولك ان مسؤولية الجامدة قوي يعني ازاي تنظف البيت ازاي كده اول انا هقول تحية لكل ام وكل سنة وهي طيبة وربي ربي يخلي كل ام لأولادها وتحميهم دايما انت جبت هدية للمنطق السنة دي انا ما قدرتش اجيب يعني انا اللي جبته تلكيك مجمع من دولتيات والكمامات عيد السنة دي هو عيد مختلف عيد الام عيد مختلف تحية طبعا انا بحي امي بقولها كل سنة طيبة يا امي ورسالة مهمة جدا انا بقولها ان انا من غيرك ما عرفش انجح في حياتي ما عرفش اكون موجود سبب وجودي وسبب حتى كمان نجاحي في اي مجال انا بعمل فيه هو انت دعواتك ليا ربنا يا ربي يخليك ليا على طول وتدعيلي ويا رب كل ام وكل ابن وابنة والدتهم موجودة امهم موجودة على قيد الحياة انتهزوا الفرصة انتهزوا الفرصة روحوا لهم اتكلموهم هدوهم حسسوهم انهم موجودين في حياتكم ولو في خلاف ما بينك وما بين امك لو في خلاف ما بينك وما بين امك مهما كان الخلاف النهاردة هي موجودة على قيد الحياة النهاردة هي موجودة معاك تقدري تروحي تعتزرالها تقدري تصرحيها أمش هيحسي بيها اللي فعلا المفتقدة أنا واحدة من الناس مفتقدة أمي علي رحمها يا رب فدلوقتي أنت بتحس بيها يعني بتحس فعلا أن هي حس بيك أن أنت مفتقد شيء كبير جدا جدا بس أنا الحمد لله بقى ربنا برضو عوضني بحماتي ربنا يخلالي يا رب وهي اللي برضو معوضاني بحلان أمي ففعلا اللي فعلا لأمه موجودة ده نعمة من عند ربنا مش بس ممكن يكون حمى ممكن يكون أخت كبيرة ممكن يكون حد مهم في حياتك بيقوم بدور الأمة أنا بتكلم على دور الأمة اللي موجود وانت زعلان معها بس السنة دي لأسف بقى أنا ما فيش زيارات ما فيش ما تروحيش ما تجيش عشان برضو الأمراض علشان الكورونا ده فبرضو كورونا دخل برضو في الزيارات في الحاجات بتاعة الأمة السنة دي برضو فما فيش هدايا وفرنا وفرنا السنة دي صح يعني أنت مجبتيش هدايا لحماتك السنة إلى الأسف أنا ما راح طلعش بس أكيد هجب لها لما الظروف تسمح يعني من الزيارات وكده طبعا أنا خايفة عليها زي ما احنا بندعي يعني ما فيش زيارات ما فيش سلامات كده فأنا لا أكيد هعوض لا مش توفير لا لا مش توفير أنا بتكلم معها عنك أنت يعني إن شاء الله إن شاء الله على كل أم كل تحية ليها أنا عايز أقول إن دور الأم المصرية دايما دور الستة المصرية في الفترة اللي فاتت من 2011 لغاية دلوقتي شايلة هموم الوطن شايلة هموم مرحلة كبيرة جدا فترة اللي فاتت الأمطار اللي كانت موجودة بشكل رهيب ربنا سبحانه وتعالى أنا بحس إنه بعت لنا الأمطار الشديدة دي علشان تخسر الشوارع علشان تطهرنا من أمراض موجودة عندنا من أوباء موجودة عندنا ربنا كريم بالشعب المصري كريم قوي ولو دعينا كلنا والتزمنا وقربنا منه قوي عين كان مسلم مسيحي قربنا ودعينا من قلبنا إنه يشيل عنا الهم والقرب اللي احنا موجودين في ده وهي برضو من إيجابيات اللي احنا فيها أو القرب اللي احنا فيه إنه فعلا كتير مننا قوي قوي تقرب لربنا وأكيد ربنا ها يستجيب يعني ربنا ها يشيل عنا الهم ها مدين شاء الله عايز أقول تاني نداء لكل ابن لكل بنت على خلاف مع ممتهم اتصل بيها حاول تروح لها حاول تزورها حاول تبوس إيديها حاول ترجع لها تاني تسامتها طبعا أنت وجهت التحية للممتك يا محمد فين مراتك؟ مش مراتك برضو أم؟ أنا بقى وجهك لكل أسر مصرية كل سنة وهي طيبة مش بس الأم الأم والزوجة والبنت طيما أنت ركزت على الأم أنا بتكلم على الأم الزوجة برضو أم برضو المفروض أن كل سنة وانت طيبة حتى لو مش أم يعني الزوجة برضو ليها ما الزوجة أولادها بيقول لها كل سنة وهي طيبة يعني عندها أولاد يقول لها كل سنة وهي طيبة طب وأنت أنت فين؟ أنا الأمي أنا أقول لأمي كل سنة وهي طيبة طبعا كل سنة وطيبة لكل ست مصرية بس أنا عايز أقول يا جماعة نلحق نلحق نقول للناس اللي بنحبهم كل سنة هم طيبين كل ابن وكل بنت تروح للمامتها اللي موجودة على قيد الحياة تستعطفها تترجاها تصالحها مش عيب هي موجودة دلوقتي على قيد الحياة موجودة معاك هتقدر تروح لها هتندم في وقت ممكن ما تكونش موجود معاك هتندم في وقت شديد جدا أن أنت فقدت شيء مهم جدا خلي بالك ناس كتير نكحة والله 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 على ناس أعرفهم ناس كتير نكحة بدعاء الأم ناس كتير نكحة بأن أمه وأبوه ردين عنه الرضا مهم جدا خلي بالك اللي أنت بتعمله النهاردة اللي أنت بتعمله النهاردة هيتعامل فيك أمك وأبوك هيتعامل فيك هيتعامل فيك هيتعامل فيك في قصة لذيذة جدا ستة كبيرة في السن موجودة في اتنقلت من عند ابنها وحطها في دار مسنين وهي مقبلة على الوفاة فرح لها فبتقول له يا ابني أنا عايزاك تعمل لي كل دير وتغير المراوح اللي موجودة بتكيفات فقالها مهما انت جاية في الفترة الأخيرة وتقولي لي الكلام ده قالت له آه علشان لما تيجي هنا مكاني يبقى فيه كل دير وفيه تكيف قدي ايه الأم عظيمة قدي ايه بتخاف علينا حتى وهي زعلانة منك وهي غضانة عليك بتخاف عليك بتفكر فيك قدي ايه اللي بنعمله النهاردة اللي ولادك بيشوفوك وانت ببيس قدين أمك وانت ببوس قدين أمك وانت بتحن عليها وانت بتعطف عليها وانت بتسمع كلامها وانت بترضيها على ما اعتقد ان انت بتعلمهم ازاي يتعملوا كده معاك على ما اعتقد ان ده هتردلك في يوم من أيام فيه ناس بتفكر ان ده عيب او ضعف اللي بيتكلم مع امه كده او بيبوس ايديها بيعتبر ان هو ضعف منه او مش راجل او او خصوصا لما يبقى راجل فيه ناس بيقولك لا استرجل انت بتبوس ايه معمتك الكلام ده رغم ان ده كله غلط كله بنردى ربنا فعلا ودعاها وهي اللي بتحمي فعلا بالدعاء يعني حتى لما بنبقى نوقعين في مشكلة يا بركة دعاك يا امي هي دي تلقائي حاجة تلقائي انت بتقولي كل الجمهور شايفنا الوقت ان انت بتقولي ربنا يرحم والدتك تخيالي ان المهمتك موجودة دلوقتي تقولي لها ايه اه لا مش هقول لها انا هترمي في حضنها وعيط بس يعني ده اللي انا فعلا محتاجة يعني فعلا محتاجة حضنها اه هقول لها مش هقدر اتكلم سداني انا محتاجة الحضنها فده انا بنقوله لكل واحد هل انت مفتقدة بالفعل جدا 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 يعني مفتقدة بدرجة رهيبة جدا بس برضو برجع اقولك ان انا الحمد لله برضو ربنا عوضني جزء كبير ان حميتي بلاقي فيها الحنية دي بلاقي فيها الحضن اللي انا بترمي فعلا فيه بس الام برضو ام يعني تعرف اه لا الحنية او كده لا انا بقولك كل اللي انا عايزة ومش عايزة اتكلم مش عايزة اتكلم معاها مش عايزة ان انا اقول لها اي حاجة هو حضن بس حضن ونام حس انت عارف الحضن اللي هو ياخدك عشان تنام هو ده الحضن اللي انا عايزة مش عايزة اتكلم مش عايزة حتى اقول له وحشتيني مش عايزة اقول لك تخيلوا كل الكلام اللي عبيل بتقوله تخيلوا كل الكلام اللي هي الاحساس اللي هي حساء هي موجود دلوقتي معاك هي أمك موجودة معاك هي أمك موجودة معاك روح لها روح لها حس الإحساس اللي عبيرك بتكلم عليه روح حسه بجد يروح أنت محتاج له بجد مش هتلاقي حد تاني يعوضك عنه مهما تقول إن فيه مهما تقول إن الناس قريبة منك أختك مراتك بنتك عمرك ما هتحس الإحساس ده إحساس مختلف تماما إحساس بيحبك ويخاف عليك يتعب علشان يرضيك يتحرم من كل حاجة حلوة علشان يدهلك إحساس قد إيه صعب إن أنت تدي كل حاجة لابنك لبنتك يعني إحنا لو شوفنا عبير متأثرة إزاي دلوقتي أنا عايز أقول إن كل أب كل ابن وكل بنت عنده أب أو أم موجودين على قيد الحياة روح لهم استرديهم استعطفهم ما تخلهمش يناموا زعلانين منك ما تخلهمش يناموا زعلانين منك ما تخلهمش يناموا زعلانين منك صدقني ما تبمنش بكرة ممكن إيه اللي يحصل وهتندم أشد الندم من أنت ضيعت لحظة ثانية ما كنتش قادر ترضيهم ما كنتش قادر تسعيدهم هم عملوا كل حاجة في حياتهم علشان يسعدوك عملوا كل حاجة في حياتهم علشان يردوك عملوا كل حاجة في حياتهم علشان يوصلوك للي أنت وصلتله نقطة مهمة جدا أخيرة لما بتيجي تتكلم مع أمك أو أبوك اللي كبر في السن بتحسوا إنه هم إن أنت أكبر منهم تبكيرا إيه الكلام اللي بيقولوا بيقرروا بيعدوا يعني بيعدوا ليه بيقولوا ليه أنا عايزة أقول نقطة مهمة جدا إنه كل أب و أم ادوك لما كانوا بيعلموك ادوك كل ذكاءهم كل تفكيرهم إنت بتديت أول سلمة في التفكير والحياة من آخر حاجة هم فكروا فيها من آخر حاجة من كل حصيلة حياتهم وفي ناس بتزاق محمد بكتر الأسئلة يعني مثلا لما كنت يعني لما بباك الكبير أو ممتك كبيرة بتسألك سؤال بيتقرروا وإنت بتزهق ما عشان كده بقولك استحمله لأنك أنت زدت عنهم ثقافة زدت عنهم بالتعليم زدت عنهم بالتفكير بقيت أكتر منهم لما نودوك كل اللي عندوها فأنت حاول أنت تستوعبهم نصيحة استوعب أمك استوعب الناس اللي حواليك احتضنها روح لها روح لها تانية مرة روح لها روح لها قبل ما تبكي عليها روح لها قبل ما تندم عليها أصدقائي النهاردة أنا أحاسس أن الحلقة مشت بسرعة جدا ويا رب نكون قدرنا أننا نقول كلام مهم الكلام الأهم هيرساله لكل ابن وأم كل ابن كل بنت ولكل أم لو أنت زعلانا من ابنك معلش كلمي يدعيله ما تدعيش عليه زي ما احنا متعودين منك على طول ويدعيلنا كلنا يا كل أم أن احنا نعدي الأزمة اللي احنا موجودين فيها نحنا نتكتف كلنا ما نستهترش نعدي 14 يوم من أهم 14 يوم في حياة كل المصريين علشان ولادنا علشانك علشان أسرتك السغيرة عبير أنا كنت سعيد النهاردة بالحلقة أن احنا يا رب نكون قدمنا حلقة كويسة يا رب بس نكون قدمنا حاجة للناس ويا رب كده نتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله تكون الغامة دي تساحت عننا كلنا وعن كل البلاد العربية يا رب أصدقاء اللي بيتابعونا على طول احنا معادنا هيبقى كل يوم جامعة من 9 إلى 10 زي ما احنا متعودين احنا بتقابل جامعة النهاردة يوم استثنائي لكن إن شاء الله هنرجع لكم تاني لكل يوم جامعة معادنا وانتظرونا مع كل الناس نيوز وفقرات جديدة ومع كل الناس وكل الشباب اللي بيعملوا مبادرات وكل حاجة موجودة على قدر مصر أرض مصر والوطن العربي بنقل على طول وبنحاول إن احنا نبقى صورة مباشرة في قناة الصحة والجمال بشكر كل فريق العمل الموجودين خارج الستوديو ونوراء الكاميرات بشكرهم كلهم لأنهم بيعملوا مجهود رائع علشان نقدم لكم جزء صغير من اللي عندهم أتمنى لكم يوم سعيد وبقال لكم صباح الخير وكلنا نقعد في البيت ونلتزم علشان نعدي الأزمة دي أتمنى لكم يوم سعيد أتمنى لكم